تانية ورحلة كانت الدخول إلى الحضور الإلهي الدخول إلى الحضور الإلهي دخول إلى الحضور الإلهي المسلم ما بيجي يصلي مثلا بيقولك أنا هدخل هصلي بما أننا هصلي يبقى فيه داخل إلى محضر ربنا أنا داخل علشان أصلي أتواصل مع الله فأنا علشان أدخل أصلي بيحصل إيه بتوضى ولازم يكون ما فيش أي نوع من أنواع المعوقات اللي تمنعني أن أنا صلي أي نجاسة معينة وفي أوقات معينة دايما بيبقى فيه أوقات معينة وفي اتجاه معين الحاجات ده هيت كانت هي اللي بتخلي المسلم يقدر أنه يتواصل مع الله لكن تخيل بقى الآية اللي بتقول في عبرانيين فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقدس بدم يسوع تخيل أنا ما كنتش عارفة في العهد القديم كان بيحصل إيه أنا كواحدة مسلمة أنا ما جرفت المسيح ما كنتش لسه أعرف العهد القديم ما عرفش أن في العهد القديم كان بيدخل رئيس الكهنة مرة واحدة للهيكل وبيتربط بسلاسل أو بحبال علشان أنه يقدر أنه لو قدم الدم وهو ما كان إنسان مش أمين هيموت ولازم يشده بره من غير محد يدخل إلى الأقدس بيقدمه مرة واحدة في السنة مسيح من خلال المسيح بقى بقيت أدخل إلى محضر الله من غير وضوء مش مضطرية أن أنا أقضف جسدي علشان أدخل لمحضر ربنا مش مضطرية أن أنا أتجه في التجاه الإبلة علشان أقف محضر ربنا مش مضطرية أنني يبقى فيه أوقات معينة علشان أدخل لمحضر ربنا أنا ما أكون متضايقة أقدر أدخل لمحضر ربنا أنت ما تكون تعبان تقدر تدخل لمحضر ربنا ما يكون عندك مشكلة تقدر تدخل لمحضر ربنا محضر ربنا مفتوح 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع ما بيقفلش في كل اللحظة وفي كل مكاف وفي كل ثانية تقدر تدخل لمحضر ربنا وتقوله أنا محتاج ليك أنا محتاج أنك أنت تشيل همي تشيل وجعي تشيل ألمي محتاج أنك أنت تيجي تغيرني من جوة تغير قلبي من جوة الله بيبعث لك رسالة النهاردة النهاردة ده وقت رسالة خلاصية الوقت أنك أنت تقبل الصليب ده هو مش جهالة مش حاجة للمسيحيين بس الصليب من خلاله بدلية المسيح بيديك حياة جديدة تقدر أنك أنت تدخل إلى محضر ربنا في أي لحظة تكون عندك فيها إحتياج بقول الكتاب فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله يكفي أن نقول أنه صار فيه سلام ومصالحة وتبرير وفي نفس الوقت أنا عم بدخل بثقة إلى عرش النعمة بدخل بثقة إلى الأقداس إلى محضر الرب ما فيش موانع ما فيش عوائق لما بصلي مش رح أتنجس ولا المكان هو اللي بحدد هويته لأنه كلام الرب يصع واضح للمرأة السامرية لا في هذا الجبل ولا في أور شليم اللي بيسجد بيسجد للرب بالروح وبالحق هذه كلمة الله بتعلمنا موسيقى 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 موسيقى